اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تعول على الكوادر الوطنية وإسهاماتها المدعومة بشغف الإنجاز في الوصول بمحددات التنمية إلى الآفاق التي تلب التطلعات والطموحات منوها سموه بالكفاءات الوطنية ضمن فريق البحرين في مختلف التخصصات التي أثرت بفكرها المستنيري وحبها للتميز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين السيد مازن أحمد العمران رئيس جمعية المكاتب الهندسية البحرينية وأعضاء مجلس الإدارة حيث هنأهم سموه بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس الجمعية منوها سموه بالدور الذي تطلع به الجمعية وتعاونها مع الجهات الحكومية المختلفة لدعم المبادرات الداعمة للعمل الهندسي في المملكة وتنظيمه في ظل التطور الذي تشهده مختلف القطاعات الذي يعتبر تميز وإتقان العمل أساسا لبلوغها الأهداف المحددة لها متمنيا سموه لكافة منتسب جمعية المكاتب الهندسية البحرينية مزيدا من التوفيق والنجاح وأشار سموه إلى أهمية مواصلة الاهتمام بتنمية قدرات الكوادر الوطنية المتخصصة وتبني المبادرات التعليمية والتدريبية التي تكفل سقل مهاراتها المهنية معربا سموه عن الاعتزاز بما وصل إليه المهندسون البحرينيون من مستويات متقدمة جعلت لهم الأثر الواضح في مسيرة التنمية من جانبه عرب رئيس جمعية المكاتب الهندسية البحرينية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما يليه سموه من دعم واهتمام بتنمية الكوادر الوطنية لتساهم بفاعلية ضمن فريق البحرين في مختلف مسارات التنمية اشتركوا في القناة